ترجمة نانسي قنقر بفرع جبل عمان أهلاً وسهلاً ونرحب كمان بجميع الحضور اللي عم يحضرونا عبر فيسبوك على صفحة مؤسسة عبد الحميد شمال لطالما كانت القصص الطريقة الأكثر انتشاراً في نقل المعرفة والأحداث عبر الزمن يتوارفها البشر من جيل إلى جيل ومن لسان إلى لسان مكتوبة كانت أو محكية فمن منها لم يجوب بين أقواس مدينة أطلانتس الغارقة في أغماق البحار من خلال الخيال والصور الراسخة من الأساطير القديمة ومن منه لم يتخيل جحى وحماره يجوبان الطرق القروية القديمة وكيف كنا سنعرف ما حمله الأجداد من القصص عبر التاريخ ولإيماننا بقوة القصة وأهمية الكلمة خلال هذا الصيف في مكتب الدرب المعرفة سنجول دول العالم لنتعرف على حكايات البلدان وضمن برامج توقيع الكتب بمكتب الدرب المعرفة اللي بيهدف لتعزيز ثقافة القراءة اليوم معنا كاتبة أردنية مميزة رح نحتفل بإطلاق كتابها الثاني بمعدار السلوى وهو تعويذة بيضة الأفعى هالقصة الساحرة اللي بتحمل طابع عربي مليء بسحر الأساطير والخراريف والحكايات اللي بتتميز فيها منطقتنا آية استقبلناها قبل أعوام لحتى نحتفل بكتابها الأول اللي كان قناديل كهف المسحور مع دار السلوى برضو واليوم بعد كم سنة برضو عم نجتمع مرة تانية لحتى نحتفل بكتابك الثاني أهلا وسهلا فيك آية أنا كتير سعيد أنك معنا اليوم وأنا والله كتير مبسوطة أني موجودة وشايفة قديش فيه ناس يعني بحبوا القراءة موجودين بناتنا هذا إشي كتير إحنا بنفتخر فيه بس يمكن بدنا نضبط الصوت آية نقرب المايك أهلا وسهلا فيك مجموعة من أصدقائنا بمكتب الدرب المعرفة وبالأخص اليافعين اليوم كلياتهم موجودين لحتى يشوفوا هالقصة الجديدة من بعد ما قرأوا القصة الأولى فحبين يتعرفوا أكتر على آية وإحنا كمان حبين نتعرف أكتر على آية أنا بعرف أن آية هي أم وكاتبة لقصص ومسرحيات للأطفال وبالأساس معلمة كانت فتجربتك مع الأطفال طويلة فمنحب نتعرف عليك أكتر وكلياتنا عن جد سعيدين بوجودك معنا اليوم بحب أربي أرحب الجميع أنا حابة اليوم أحكي لكم شوي عني من تجربتي الشخصية بموضوع الكتابة مشان هيك بلشت موضوع البرزنتيشن تبعي بقصتي أنا أم لثلاث أطفال محمد وغاليا وسلمة طبعاً من أنا صغيرة كنت أحب القراءة الكتابة بعيش بعالم الأساطير من أنا صغيرة كنت كتير أحب أقرأ أحضر الأفلام هذا الإشي يخلي يكون عندي الرغبة أني أكتب بهذا المجال كمان للأطفال طبعاً أولادي محمد وغاليا وسلمة اللي هم بصراحة كتير كتير من القصص والمواقف وبالذات اللي بكتبوا للأطفال بيعرفوا قديش وجود الأبناء بيعطونا بثرولنا أفكارنا حتى وجودنا بين الأطفال واليافعين بيخلي سعيدنا أفكار ونقدر نفهمهم أكتر ونحاول نوصلهم هاي الأشياء شغفي بكتابة قصص الأطفال اكتشفت أنه أنا بحب أكتب قصص الأطفال لمصار عمري 30 تخيلوا؟ يعني أنا بحب القراءة أو بحب الكتابة بس ما عمري تخيلت أنه أنا ممكن أني أطلع وأكتب قصة وتنتشر من خبرتي كانت والمحطات اللي اشتغلت فيها بحياتي بمتحف الأطفال وكنت مع محمد نشتغل مع بعض شفت الناس اللي زينا عم بيبدعوا عم بيكتبوا وعم بيطلع معهم كتب وعم تنتشر فقلت ليش لا دائما ما نخلي قدامنا حواجز ليلا أنا زي غيري ممكن يطلع معي وهون اكتشفت أني أنا بدي أبلش رحلتي بالكتابة وأجرب أكتب قصص الأطفال لكن هل هذا يعني أنه كانت الرحلة سهلة؟ طبعا لا لأنه الكتابة وهاي الرحلة مش بسهولة الواحد بوصلها يعني كتبت أول قصة رفض أول ورفض ثاني وثالث وأكتر من قصة لحد ما آمن فيه دار السلوى وخليت عندي هدف يعني قد ما يصيبك رفض أو يصيبك رفض من أي دور نشر لأسباب مختلفة ما بتكون شخصية الواحد لازم يظلوا يخلي الهدف تابعه أمامه يكون عنده أمل وما ينسى أبدا الشغف تابعه يظلوا يتدرب وبالآخر أكيد بالمثابرة بيوصل له هدفه وهذا اللي صار معاي لما اكتشفت أنه كمان شو الستايل أو النوع اللي أنا بحب أكتب فيه يعني جربت أكتب قصص المصورة القصيرة ما ضبطت معي جربت أكتب أكتر من الستايل بالأخير اكتشفت وجدت حالي في كتابة اليافعين اللي هي الجيل اللي أنتو اللي إحنا فعليا بتصير الكتب اللي هي الشابتر بوك أو كتب الفصول وبتذكر وقتها حكيت مع محررة قلت لها أنا ببالي قصة هل أروح مثلا للخيال ولا أروح للقصص البوليسية والمغامرة فبتذكر لهلأ كلمتها قالت لي روحي محلمة ألمك بيوديكي وهذا فعليا اللي أنا عملته طلع خيالي وهدفي أني أشوف كتبي بين إيدين الأطفال واليافعين لزيكم وفعليا هذا من أجمل أجمل المشاعر والنجاحات اللي بحسها الحمد لله مشيت فيها ومحطات حياتي وجود كتاب اسمك عليه ويجيني فيدباك من الناس اللي عم تقرأوا وخصوصا باللغة العربية اللي إحنا نفتخر باللغة العربية والحمد لله صار فيه كتب لليافعين جميلة جدا هلأ أيامنا كنا قليل الناس اللي بكتبوا باللغة العربية فكنا دائما نتوجه إحنا للإنجليزي فكان هدفي أني أكتب كتب يستمتع فيها اليافعين والمتعة بالدرجة الأولى لأن أي كتاب بالنهاية فيه دروس مستفادة وأكيد فيها كتير إشياء بس أن الطفل يمسك الكتاب من أول إلى آخر ما يقدر أن يتركه زي ما أنا كنت أنا صغيرة هذا هو كان دائما هدفي وطموحي فالحمد الله الله وفقني وأعمن فيه دار السلوى في أول قصة اللي هي قناديل الكهف المسحور هذا يعني بالنسبة إلي شغل الكتاب يمكن كتير ناس ما بتعرف بيأخذ الكتاب لا يطلع بين إيديكم سنتين أول سنة ما بين المحرر ونشتغل عليه وبدو الكاتب يكون كمان عنده نفس طويل وروح رياضية ما يتثبت يعني برأيه فأنا كتير بصراحة خبرتي يعني كتير زادت من هاي التجربة يعني أنا فرقت حالي مثلا كل كتاب عن كتاب كيف أنا عم بفكر كيف عم بكتب شو الأشياء اللي تعلمتها هاي كتير فرقت معي مع الممارسة والخبرة فقنادي للكحف المسحور طبعا لما أجي تفكرت قلت بدي أعمل زي شلة وهاي الشلة سميتها شلة المخلوطة كتير ناس بقولوا لي شو يعني شلة مخلوطة أحكي لكم أعترف لكم اعتراف يعني أنا كتير إشي غلبني لقدرت ألاقي اسم الشلة فبدي أشبههم بإشي معين وكنت مرة فاتحة الواتساب تعرفوا جروبات الواتساب لقيت الكازينز تابعوني ولاد عمي وبنات عمي عاملين جروب مسمينها مخلوطة اللي هي إحنا شباب وبنات العيلة فقلت أوكي مخلوطة هم أصدقوا حتى كانوا حاطين صورة نطس يعني مكسرات عليها فهونا بصراحة شوفوا كيف مرات الأفكار تربط قلت أوكي قررت إني أسميها شلة المخلوطة وشبحتهم بالمكسرات وكل إشي مثلا زي عندنا سمر اللي هي قلنا شبهناها بالكاجو الشلة هي راقية رزينة عندها حدس قوي عمر بزر البطيخ مسلي ومضحك ويحبه الجميع عندنا جاد شبهته بالجوز تعرفوا شكل الجوز زي العائد دماغ فهو دائما المفكر المحلل اللي بيعمل ريسيرتش وبحثوا بيدور على الإشياء وكرم وكرمة هم أخين توأم طبعا لكن متضادينين أبيض وأسود مثلا كرم شبهته بالبندق تعرف البندق من برأسي لكن من جوه حبة البندق طرية فهو قاسي من الخارج وحنون من الداخل كرمة بالمقابل هي بتبين أنها كتير هشة وحساسة لكن عند المواقف والمحكات فهي كانت عندها قوة كتير كبيرة وهذا الإشي ظهر بالقصة الأولى وهي قناديل الكهف المسحور لأنه قناديل الكهف المسحور كانت في بغابات برقش وكانت بتحكي عن كنز كانوا يبحثوا عنه في واحدة من المغارات وكانت كل مجرياتها بغابات برقش في عمان هلأ فيه إشي كتير في صراحة حابة أحكي لكم يا وأنتو كيافعين بهالعمر دائما موضوع الأصدقاء إشي كتير حلو نلاقي الصديق اللي يشارك معانا الشغف والصحبة اللي عندنا لتخلي عندنا مبادرة تخلي عندنا أن نتبع شغفنا تخلي عندنا طموح دائما احرصوا أن يكونوا الناس اللي حواليكم ناس إيجابيين ناس عندهم طموح تتشاركوا نفس الاهتمامات فالقصة الثانية حبيت أشارككم فيها صديقتي اسمها مزنى صديقتي من أيام مقاعد الدراسة لما كنا بصف سابع مع بعض ومن أيامها كنا أنا وياها عندنا هوس بقصص عيامنا كان اسمها ما وراء الطبيعة هاي القصص كانت الأساطير عن المذؤوبين يعني كل هاي القصص وكنا دائما وأنا بكتب بتذكر أيامي أنا وياها لما كنا نشتري القصص عكس بعض مشان ما نصرف مصاري كتير ونخلص الأجزاء نقدر نبدلهم بين بعض حتى كنا أيامها نستعير كان بجبل عمان نقدر نستعيرهم فهاي القصص وهاي المشاعر هي اللي خلتني يصير عندي شغف أني أخلي الحالة اللي كنت أنا فيها والمتعة اللي كنت فيها لما نقرأ هاي القصص نقدر نطلع بـ هذا إشي يصير بيناتكم لأنه إشي كتير جميل مشان هيك حبيت أهديها هذه القصة اللي هي بطلتها اسمها أموزنا صديقتي هذا الإهداء اللي موجود في قصة تعويضة بيضة الأفعى وهي كانت بطلة هاي القصة وهي موجودة معنا اليوم فمنحييها دائماً بسألوني من وين تيجي أفكارك يعني حتى ماما أكثر حتى بقول لي أنا مش عارفين من وين تطلعي بهاي الأفكار قلت لها هو فعلياً الحياة والخبرات كلها والأفلام اللي منحضرها والمحصلة اللي بتكون عنا بس إني دائماً كنت أحاول أربط أي قصة بأسطورة أديمة موجودة أو متعارف عليها فمثلاً بقصة قناديل الكهف المسحور من الأساطير اللي بحثت عنها بالعالم العربي موجودة إنه في عشر فضائيين نزلوا على كوكب الأرض وعلموهم العلوم والأشياء المبتكرة فمن هون هاي الجزئية دائماً بختار جزئية بسيطة إنه هم خبوا هاي العلوم بواحدة من المغارات برقش هاي هي الأسطورة هلأ طبعاً تعفوا أساطير ممكن تكون صحيحة ممكن لا أنا من الناس بصدق بكتير أساطير مشان هيك بطلع معاي حكي كله أساطير فهاي الجزئية اخترتها لموضوع قناديل الكهف المسحور لما أجيت للمغامرة التانية بلشت أقرأ كتير على موضوع أساطير تانية فكانت عندي ملحمة قلقامش هي ملحمة كتير قديمة عن ملك كان قديم ومعروف وكان قوي جداً بس أنا من كل ملحمة قلقامش أخذت جزئية صغيرة بقصة تعويذة للأفع حسب البحث اللي عملته بموضوع قلقامش أنه لما بالأخير وصل كان يبحث عن الخلود في كل قصته أنه يبحث عن الخلود لحد ما وصل على بحر وقالوا لأن هذا البحر فيه نبتة الخلود وفعلاً قدر يجيب نبتة الخلود وكان إله مش نايم أيام فلما أخذ نبتة الخلود وانبسط قاعد على الشاط وهو قاعد على الشاطئ نام في هاي اللحظة بيقولوا أنه إجت أفعى هاي الأفعى أكلت نبتة الخلود وراحت هاي الجزئية الأفعى اللي أكلت نبتة الخلود هاي هي اللي أنا أعملت فيها القصة كلياتها بنيتها على هاي الجزئية طبعاً بملحمة قلقامش لما راحت منه نبتة الخلود اللي كان يبحث عنها عاد إلى بابل وبنى المباني تبعته بس جزئية الأفعى والبيضة هي هاي اللي ربطتها بكل قصة تعويذة بيضة الأفعى بحب أحكي لكم هلأ هيك بس أسردلكم صرد بسيط قبل ما بعدين أسألكم اللي قرأوا القصة إذا عندكم أي تساؤلات أو أسئلة بدي هيك أسردلكم بس القصة بشكل بسيط تعويذة بيضة الأفعى طبعاً هم صاروا شلة ومروا بمغامرة فإحنا منبني القصة على الإشي اللي صار معهم والمشاهد اللي صارت معهم بالجزء الأول تيجي بنت جديدة عصف بآخر السنة تقريباً بفصل الشتاء طبعاً أنتم عارفين إحنا المدارس بتبليش بالصيف فإجت بنت جديدة عصف دخلتها المديرة اسمها موزنة هاي البنت كانت غريبة تلأطوار كانت ترائبهم حسوا بمشاعر خصوصاً سمر سمر ظلت تحس أنه فيه شعور غريب اتجاه هاي البنت بلشوا هما تعرف لأنه هما بحبوا المغامرة والاستكشاف بلشوا يحللوا موضوع وبلشوا يلحقوها كل يوم يلحقوها على طريق المدرسة وهم مروحين وبتختفي عند بيت هذا البيت كان كتير شكله غريب كان دائماً تتدلى منه شجرة رمان كبيرة ومن أول القصة وعمر أحد الشخصيات عمر بيحاول بده يلقط حبة رمان مش تأهيها لأنه بيحب الأكل بس ما قدر ولا مرة يقدر أنه يقطف أي ثمرة من ثمرات الرمان أول مرة لحقوها تاني مرة لحقوها كل مرة بتختفي عند هذا البيت لحد ما في يوم الأيام لما وهم عم بلحقوها لقوا لقا عمر وجد ثمرة رمان مفتوحة مقسمة أنتو بتعرفوا الرمان مش سهل نفتحه فإنك تلاقي ثمرة رمان مفتوحة مقسمة خمس أقسام بالضبط زي الأعضاء الشلة طبعاً عمر انبسط أخذها وبلش ياكل الرمان سمر صارت تقولهم الموضوع غريب تقول لكم عندها حدث قوي سمر فهي عندها مشاعر وحاسسات بتقولهم فيه إشي غريب بالموضوع لكن ما ردوا عليها كلهم أكلوا الرمان واستمتعوا فيها وكانت من بعيد مزنعاً بتراقبهم لأنه واضح أنه فيه إشي ورا هاي الرمان طبعاً كلهم بالليل روحوا وكل واحد على بيته وكل واحد فات ينام لكن كل أعضاء الشلة كانوا حاسين بمشاعر غريبة اللي بطنب وجعه اللي راسب وجعه هيك حاسين حالهم مش مرتاحين ناموا وصار معهم إشي كتير غريب بالليل بالليل كل واحد فيهم أطيافهم طلعت زي إنه قدري شوف حالك إنه عم بتطلع حاله من بره فأطيافهم طلعت من جسدهم واللي خاف كرمة صارت تبكي جاد صارت طلع على أمه عمر تخبى بالخزانة كل واحد صار معا قصة وتاني يوم الصبح لما اجتمعوا بالمدرسة كان وضعهم كتير غريب اعترفوا لبعض باللي صار فسمر قالت لهم أنا متأكدة إنه مزنة وراء هاي الرمانة والقصة اللي صارت فيه سبب خلتنا نعمل هيك في اليوم التالي وهم مروحين صارت مزنة تطلع عليهم تتحداهم ففهموا إنها بدها إياهم تلحقهم وكمان مرة تانية وجدوا لما اختفت مزنة وجدوا رمانة هاي الرمانة مقسمة لخمس أقصام مرة تانية هل فكركم أكلوها لهاي الرمانة تتوقعوا لو أنتوا بحال هم تاكلوها ولا لا هم أكلوها للأسف أو مش للأسف لأن احنا مرات بالقصة هون الحبكة بتكون أكلوا الرمانة وقالوا معناته أكيد فيه بدهيانا نلحقها عند هذا البيت واتفقوا على مغامرة بالليل بس تطلع أطيافهم يجتمعوا عند المنزل القديم اللي دائما تتخبى عنده وفعلا قدروا يجتازوا هاي البوابة لأنهم هما أطياف زي الأشباح يعني قدروا يفوتوا ولما فاتوا على هذا المنزل اكتشفوا السر اللي مزنة عم بتحاول توصل لهم مزنة كانت عبارة عن خادمة أو زي عفريتة أوكي فهي كان في إلها زي قائد أو بحكمها شرير اسمه خنفار وكان بده يبحث عن بيضة هاي البيضة اللي هي بيضة الأفعة طب شو دخل شلة المخلوطة ببيضة الأفعة طلبت منهم مزنة المساعدة لأنه حكت لهم في واحد من أعضاء هاي الشلة بعدما هم ألاف السنين عم بيبحثوا اكتشفوا أنه بيضة الأفعة موجودة في بيت أحد عند أهل أحد من المجموعة وكانت هي سمر مشان هيك سمر كان دائما تحس مشاعر غريبة لكن المشكلة كانت أنه هاي البيضة موجودة ببيت جدتها وجدها بالبحرين كانوا أهل سمر عايشين في البحرين ولا زالوا جدها وجدتها عايشين في البحرين وأبوها بيشتغل تعرفوا فيه مرات المختربين بيكون الأب بروح بيجي بسافر على رحلات عمل فهو بين الأردن وبين البحرين فصارت تحكي لها طب إحنا كيف بدنا نطلع يعني ليش بده الخنفار هاي البيضة لهذه الدرجة فحك بعد البحث والقصة عرف حكا لهم جاد أنه بملحمة قلقامش هاي هي زي ما قلت لكم ببداية الجلسة أنه الأفع اللي أكلت نبتة الخلود هي اللي أعطت هاي البيضة واشتروها بالبحرين زي التسكار أو سوفنير كيف بحطوك هاي إشي أثري ومتروكة بس هي ما عليها إشي فبيحتاج هذا الشرير لهاي البيضة لحد يعمل زي التقوس معينة ويصير عنده قوة كتير كبيرة ويبحث عن الخلود وما بتقدر مزنق أنها يعني تقدر ترجع لعالمها وهي محبوسة عنده من آلاف السنين لحد ما يلاقوا هاي البيضة هون بلشوا وخطرت على بالهم فكرة أنه سمر تقنع أبوها كان في عندهم عطلة أصيرة أنه تروح معها في عطلة يعني زي ويك إن طويل تروح مع أبوها أنها هي مشتاءة لجدها وستها وعملوا زي هاي الفكرة وقرروا وفعلا زبطت معها وراحت سمر على البحرين ووصلت عند بيت جدها وستها وصارت تفرجيهم لأصحابها طبعا تعرفوا هلأ على الفيستايم والميسنجر تصور لهم البيضة وتقول لهم البيضة ما عليها ولا إشي فمين اللي بلش يعني البحث عنا مين تتوقعوا جاد صاري قولها في بمتحف البحرين الوطني في مخطوطة وزي لوحة كتير كبيرة منقوشة بالصخر عن ملحمة القامش روحي هناك بلقي لقيت دليل وفعلا بلشت رحلتها أنا ما رح أعطيكم كل تفاصيلها لأنه تفاصيلها حلو تقرؤوها بلشت تبحث راحت عند اللوحة وتحاول تطلع وهم يتطلعوا معاها وتصور لهم ويبعت لهم عملوا بحث طويل لحد ما لقيت سيلينك أو دليل صغير وداها لعند محل اسمه مقابر دلمون وهي هذا كمان موقع أثر كتير مشهور بالبحرين وهناك كمان عملت بحث كتير وصارت تربط بين الصور اللي شافتهم بالمتحف على الإشي اللي موجود لحتما لقت المكان اللي هي محتاجة أو فيه زي هيك درج صغير عليه مخطوطة وعليه صور واضطرت تروح على السوق الشعبي كمان هذا كل ياته صار بعد ما لقت زي درج صغير وفيه مخطوطة هاي المخطوطة منقوش فيها ثلاث زي علامات وبعد ما قعدوا يحللوا وكتشفوا شو هم أنا ما بدأ أضيع لكم جمالية القصة لأنه هاي التفاصيل كتير حلو أنكم تقرؤوها لبالآخر عملوا زي مصحوق وحطوه على هاي البيضة ورجعت على مدافن دلمون وحطتها بالمكان اللي لازم تحطها فيها بدرجة حرارة معينة لما الشمس يعني فيه كتير تفاصيل بس وصلة لها قدرت تعمل المصحوق السحري اللي هما رح يقدروا يقدروا فيه على الشرير خنفار طبعا أنا كنت طالبة من صديقة لأنها تحكي هذا البارت بسي مش قابله السبيل أو التعويذة كانت غبار منثور يقضي على تعويذة منذ عصور ويحرر المصحور هاي التعويذة مع المصحوق اللي قدروا يعملوه هو اللي بيحررها وبيقدروا من خلالها يقضوا على الشرير ففعليا عملوا زي خطة كمان وفيه لها تفاصيل كتير وفيه حماس كتير كيف قدروا يفوتوا على القصر مرة تانية وواجهوا وبالتالي حرروا مزنى وعادت لعالمها وبس أحب أحكي لكم آخر صفحة بهذه القصة قال عمر شلت المخلوطة هذه مهمتنا من الآن فصاعدا قال جاد معقبا أن ننقذ عالمنا من الشر صار عندهم مهمة قرروا بما أنهم عاملين مجموعة يصير مهمتهم أنه ينقذوا العالم من الشر وقف عمر أمامهم وقفة الأبطال الخارقين وقال مخلوطة في وجه المخاطر قال كرم يا ترى وما هي مغامرتنا القادمة أجابته سمر لا تقلق سنجدها حتما قالت كرمة أو ربما هي ستجدنا وهيك بتكون خلصة قصة تعويضة بيضة الأفعال هي الجزء الثاني وبحب أنكم تقرؤوها تستمتعوا فيها هي رواية طويلة فيها كتير تفاصيل أنا بس أعطيتكم نبذة صغيرة عنها وبشكركم كتير يعني عندي جزء الأول دار السلوى قناديل كهف المسهور وتعويضة بيضة وفي قصة أتمنى أختفي شكرا لكم شكرا لك آيا بس أنا قرأت الرواية ولازم أحكي لك أول أشيء أنا بدي أحييك على أنه عم تكتبي لها الفئة العمرية اللي أغلب المحتوى فيها هو محتوى مترجم خاصة بموضوع الخيال والمغامرة فأنا بشكرك أنك أغنيتي المكتب العربية بكتاب جديد قنادي الكهف المسحور كانت كتير بمكتب الدرب المعرفة عم تعار بالفترة الماضية من لما طلعت لهلا فأنا بشكرك على أنه فيه جزء تاني وبتمنى أكون فيه جزء ثالث ورابع وبدي أحكي لك أنت يمكن جوابتي على موضوع أنه قديش اللغة اللي موجودة بالرواية الحوار بين الشخصيات كثير قريب من الفئة العمرية اللي موجه لها الكتاب أنا عشان شغلي في المكتبة فأنا دائما موجود مع اليافعين فأنا عم بقرأ الرواية عم بحس بلاشت أربط بشخصيات حتى موجودة بالمكتبة صحيح أنه فيه مرات بيكون حدا من اليافعين كتير بده الأشياء بالزبط يعني زي ما هو بده فيه أشياء كتير دائما يلا نبحث عن الموضوع تعالوا نقرأ عن الموضوع فبرضه واضح قديش أنت يمكن أنت ذكرتي أنه أولادك بيساعدوك في هذا الموضوع فواضح قديش اللغة قريبة من اليافعين هو كتير حلو على هاي النقطة أعقب أنه لما نكتب لليافعين أو للطفل حلو نكتب بلغتهم لشان يحسوا حالهم بالقصة يعني أنا متأكدة كل حدا قرأ القصة شاف حاله بشخصية من هاي الشخصيات حتى أنا بمواقف كنت أتخيل حالي أنا كيف كنت كيف كنت أفكر كيف أنا وصديقتي كنا نحكي شو أولادي مرات اللي ما بيحب يعمل ريسيرج وبدو بس حجول واللي لأ بتأنى فكل واحد فيهم عنده شخصية معينة فبالتالي اللغة البسيطة بتخلي الأطفال يشوفوا حالهم بالقصة بالضبط حتى التخصية أنه كل حدا كان بيتميز بإشي معين إحنا دائما حتى لما بنعمل أي أنشطة للأطفال أو بنعمل أي مشروع بنحكي أنه مش ضروري كلياتنا منعرف نرسم مش ضروري كلياتنا منعرف نكتب مش ضروري نكون كلياتنا منضحك هي شلة المخلوطة يمكن موجودة بكل شلة من الشلل أنه كل حدا فينا بيعرف يعمل إشي وحتى للأشخاص المضحكين هم جزء أساسي من الشلل الأشخاص اللي بيحاول يقرأ ويتعلم هم جزء أساسي من الشلل فأنا متأكد أنه بيوافقوني هون الشباب الصبايا اللي حبي يحضروا معانا بشان هيك الصداقة بهذا الشكل بيكملوا بعض يعني ما في حدا نسخ عنكم أو دائما مش بولوا الأضاء يتجاذبون فهو بالعكس هاي الاختلافات اللي بتخلي صحبتنا أقوى وأحلى لأن الأصدقاء الصح هم اللي بيكملوا بعض آية بس بدي أسأل كمان عن تجهيز الكتاب أنت حكيت أنه تجهيز الكتاب ياخد سنتين أنا بدأ أحكي لك أنه بسبب الكتاب قرأت ثلاث كتب تانية بسبب كتابك يعني قرأت أكتر عن منحمة قلقامش قرأت عن متحف البحرين قرأت عن متحف البريطاني حتى فيه كاتب سليمان مظهر برضو قرأت عنه أكتر وفيه اقتباس كتير حبت له حكيت لازم أحكي اليوم اللي هو الاعتزاز بالجهد أكثر من الاعتزاز بالثمرة يمكن أن يسمى الحب صح فأديش تحضير كتاب لليافعين قرأت الأطفال بيحتاج بحث لأن القراءة هي عملية مستمرة الكتاب يوديك لكتب تانية صحيح إحنا قرأنا قناديل كهف المسحور وصلنا لتعويذة بيضة الأفعى أنا خلاني أوصل لكتب تانية موجودة حتى مش بس بمكتبة الأطفال بمكتبة الكبار فقدر يش أخذ معاك لتحضري هاي الأشياء وهالأشياء يعني عندنا الأطفال واليافعين عم بيشاركوا بيدورات ورشات كتابة إبداعية فعم نكتب قصص بتصير بحياتنا اليومية أو عم نكتب قصص سمعناها ولكن كيف بتم ربط القصص مع بعضها يعني أنا بحكي أنا لحالي هيك حسيت أنه فيه أشياء غريبة أنه كيف آية وصلت لهناك كيف قطر عبالها هون ليه دخلت هذا الموضوع فلأنه أصحابنا عم بيشاركوا كلياتهم بكتابة إبداعية بمكتب الدرب المعرف أغلبهم فكيف بدهم ممكن اللي بيقرأها يروح يعمل بحث بسبب هاي القصة هلأ كتابة الخيال لازم بيكون كمان فيها حبل خفي للمنطق يعني قديش الخيال مفتوح وإحنا بنقدر نروح فيه زي ما بدنا وكل الأفكار اللي بدنا إياها لكن إذا الطفل حس أنه مش منطقي في جزئيات معينة يعني مثلا أعطيك مثال لما بلشت أكتب عن تعويضة بيضة الأفع وعملت الريسيرت وبحثت أنه بالبحرين وبلشت براسي أحط القصة بلشت أعمل بحث قلت إذا هي راحت على متحف البحرين الوطني هل منطقيا هي رح تقدر تروح على مدافن دلمون قديش المسافة بيناتهم حطيت على جوجل مابس أشوف المسافة هل منطقيا تقدر بنفس اليوم تعمل هذا لدرجة أني شفت مثلا متحف ساعات عمله من أي ساعة لأي ساعة إذا هي راح صبح بكير فعليا أنا هاي التفاصيل كلها ياتها مشان يكون في منطق يقدروا الأطفال يحسوا بحقيقة الموضوع كمان الحبكة بالقصة أنك تسير تدخل أشياء ومعلومات زي ما أنت حكيت أنا بهمني الطفل أو اليافع لما يقرأ يفكر أنه طب من هي هاي ملحمة قلقامش مرات للأسف إحنا فيه أشياء بثقافة أو أشياء قديمة إحنا الجيل الجديد السريع ما عم بيعرفها في حلو للثقاف نعرف إشي من كل إشي فإذا أنت قلت أوكي لو فتحت على على الجوجل وقلت مين هو قلقامش وقرأت نبذة قصيرة عنه رح تقول أوه والله سمعت هذا بمكان مع أنه هي شو الجزئية اللي أنا أخذتها يعني أقل من يعني ولا واحد بالمية من قصة ملحمة قلقامش لكن خلت الولد يقرأ ويروح يشوف حتى أنا مش بس الأولاد وأنا يعني دائما أنا بعمل بحث كتير كبير على موضوع القصة قبل ما أبلش أكتبها وبعدين لما تبلش تكتب بتصير فيه تفاصيل بتفوت على الخط طب أنا هدولة لما حكيت بدي إياهم يطلعوا مغامرة بالليل من هون إجت فكرة الرمانة لأنه منطقيا فيش أهل أولادهم بطلعوا بالليل عادي يعني بنصلي الألائي أنا أولادي طلعوا والله مغامرة ما رح أرضى نهائيا فشو الفكرة والخيال إجت إنه أوكي يأكلوا إشي وإنه أطيافهم تطلع يعني هاي كان زي مخرج لإلي إنه قدروا يتحركوا بحرية بدون ما الأهل يحسوا وتجز إحنا عارفين إنهم غلط يطلعوا بدون ما يرفوا أهليهم بس بقصص الخيال إحنا يعني حلو نحط الأكشن هذا يعني صراحة أنا مستمتع جدا بحديثك آية بس أصدقاءنا اليافعين قرأوا الرواية فبدنا نشوف إذا في حدا منهم عنده سؤال لآية أو بحب يحكينا رأيه بالرواية اللي قرأها تفضلي بس على المايكروفون نحكي اسمنا بالأول مرحبا أحلى مرحبا أنا ميرا المصري أحب أعطي تعليق شوية على جزئية اللي هي إنهم لما قرروا يساعدوا موزنا مش صح والمفوض إنه يساعدوها عشان تتحرر من الساحر هذا فهم كان بإمكانهم لما راحوا على البحرين إنه بس هي سمر مسكت البيضة وكسرتها ويعني خلص انتهى الموضوع إنه كمان أنا عندي تعليق تاني إنه هم كان بإمكانهم إنه يروحوا يسألوا موزنا كيف إحنا ممكن نساعدك بدل ما يروحوا إنه هم يدوروا كتير ويمكن ما يلاقوا الحل فكان بإمكانهم يسألوا موزنا أنا هيك حسيت أحسن هلأ هي موزنا نفسها ما كانت عارفة كيف تعويضة البيضة ممكن تحررها هي بتعرف إنه الحل مع البيضة لكن هي وهم عم بحاولوا يكتشفوا شو الطريقة والحل كان مش إنه تكسر البيضة لأنه ممكن أنت تخربي يعني ما يقدر ينقذوها أبدا وكمان هي بيضة فمينة كتير بدهاش جدها وجدتها يفقدوها بالبيت فهي أخذتها ورجعتها زي ما هي لأنه زي ما شفتي بالقصة هو زي معجون حطوه عليه وأخذوا بس اللي ترابلي عليه أو المادة اللي عليها ورجعت البيضة بمكانها فحطت هاي التفاصيل مشان المرات الكاتب بيحب مش يطول بالقصة بس يحط تفاصيل أكتر لأن أنا لو حكيت أنا راحت على بحرين وكسرتها ونحلت المشكلة وين بقى القصة يعني البحث وكيف راحت لأننا بالنهاية بديهم يعرفوا عن متحف البحرين بديهم يعرفوا عن مدافن دلمون بديهم يعرفوا هاي الأشياء من خلال القصة وهاي التفاصيل هم من البداية حاولوا يساعدوها هي ما بتعرف إشي هي ما بتعرف كيف ممكن هي بدهم يساعدوها لا هي ولا هم ما بيعرفوا شو الطريقة بس بيعرفوا أنه السر مع البيضة وهيك بلشت المغامرة شكرا شكرا ميرا هلأ بعد ما عرفوا أنه اسمها الحقيقي ما ما لسوق هلأ ليش ما ضلوا ينادوها باسمها الحقيقي ليه ضلوا ينادوها مزنى والله ما بعرف بصراحة أنا نسأل شلة المخلوطة على أغلب بصراحة أفحمتيني بهذا السؤال شكرا بس ما لتنا اسمك رحف إياد شكرا يا رحف يمكن لأنه كان اسم مألوف أكتر بالنسبة لأله أو لآية أو لآية اسمي داليا من مكتب الدرب المعرفة الأشرفية حبيت أسألك كان في لك سبب معين أنك اخترت فاكهة الرمان عن باء الفواكه آه في سبب لأنه لما تشوف الرمانة دائما بتطلع لنا فيديوهات كيف أن نقشر الرمان فعليا أول إشي منظرها درامي الرمانة يعني وإشي ممكن يقع وينقسم بشكل مغري لأنها زي الجواهر الرمان زي الياوت فهي ملفتة وبعدين في شالة تانية القصة كانت ببدايات الخريف والشتاء فهذا من البحث اللي عملته أنه الرمان ما بيطلع بالصيف بهاي المرحلة فدائما زي ما قلت لكم هاي التفاصيل الصغيرة يمكن أنتوا ما بتتخيل أنها هي موجودة أو الكاتب نهتم فيها بس فعليا شوفت شو فواكث الشتاء أو الخريف إيش الإشي اللي ممكن يكون شكله درامي أو هيك حلو لما يكون مفتوح ومغري لإلهم أنهم يأكلوا يعني لو كان تفاحة إذا قعد على أرض التفاحة رح تصير جميل نأخذ آخر سؤال أنا سديم من مكتب الدرب المعرفة الأشرفية لاحظت شغلة أنه بتعويضة بيضة الأفعى ما ذكرتي أنه الشخصيات أنواعها من المكسرات ذكرتي بالكتاب الأول فأنا قرأت الكتاب الثاني ما قرأت الأول فما عرفت أنه سمر عندها حدث قوي أو أنه هاي شخصيات همن المخلوطة عمر هيك عمر الوحيد اللي ذكرتي آه كان بزر البطيخ بس ما ذكرتي باقي الشخصيات وما ذكرتي متفصيل عنهم أو صفحة صار عندك فضول أنك تقرأ قنادي الكهف المسحور صراحة ها شوفت كيف لأنه إحنا عم نحاول يعني أنا بقولهم هذول أولاد أنا صار عندي ثمان أولاد ثلاثة وخمسة فحاب أنه يعني أنا لما أفكر فيهم بتخيلهم حقيقيين وبدي يصير ارتباط معهم كأنهم عن جد ناس قلهم شخصياتهم وقلهم أفكارهم يعني الكاتب بتخيل حاله بكل شخصية بحاول يجسدها بطريقة تصير واقعية ويتخيلها حقيقية يعني من القصص اللي كنا نقرأها زمال هيمة وراء الطبيعة كان بطلها هو دكتور قلب ختيار لما القصة آخر جزء توفى فيها البوكة اللي بكيته كأنه بني آدم حقيقي يعني فنفسي أوصل بمرحلة هدول الشخصيات يصيروا حقيقيين وتصيروا تعرفوهم وبلك لقدام عملنا لهم انستجرام وصفحة فيسبوك ان شاء الله أنا بدي أشكر آية اللي كانت معانا اليوم شكرا كثير وشكرا على الكتاب المميز اللي ضفتي لمكتبة بيقدروا انهم يستعروا بالأوقات الجاية ولي أشكر كل اللي كانوا معانا اليوم لحتى يشوفوا افتتاح هذا الكتاب أو توقيع الكتاب احنا كتير سعيدين بوجودكم كلياتكم وآية رح تكون معانا هلأ برضو بتقدر تسألوها أي سؤال بيختر على بالكم واللي بيحب برضو انها توقع له نسخة من نسخة الكتاب بيقدر بدي أشكر كمان دار السلوى اللي كانوا معانا اليوم على ستوب كمان كتير حلو فيعطيكم العافية وشكرا انه على هاي الكتب اللي بكوالتي كتير رائعة وبمحتوى جد فخم وكمان بدي أشكر رسام تبع القصة لأنه كتير رسومات القصة مميزة يعني انا لو مرات يعني الرسام قديش حلو الكاتب لما نشوف الرسام شو ضاف على القصة بتقول له هو قاعد براسي مو شايف اللي أنا يعني ما طلع بهاي الطريقة فعليا يعني جد يجي كل خير يعطي ألف عافية يعني كان روعة الرسمات رهيبة من وجه له تحية أكيد بدي أذكركم أنه أنشطة درب المعرفة مستمرة للنادي الصيفي لغاية أربعة تمانية ولكل حدا لسه ما شاهد المحتوى المصور فالحلقة الأولى نزلت على صفحة المؤسسة مؤسسة بلهميت شمان بعنوان حكاية بلد لهاي السنة بكل حلقة عم نحكي عن حكاية بلد مختلفة واليوم آية أخدتنا على بلدين الأردن والبحرين فبرضه شكرا ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله منلتقي بي توقيع كتب جديدة شكرا